السلام عليكم حبيباتي مرحبا بكم معي في كويزين ساميرا دي زاد مرحبا بكم في هدلا فيديو جديدة ان شاء الله تلقاكم بخير تلقاكم في احسن الاحوال اليوم ان شاء الله هني رايح نقترح لكم وجبة بزافة بنينا وتوالم حتى العرضات خاصة لعشاق السامك اليوم راح نعملو روز بالحوت في الكوشة راح يجي من اروع ما يكون وتاني تمتم يوجد اول حاجة دايما كن طيبو الروز دايما نحاولو نختارو نوعية جيدة تعالروز كما الروز تعالو عالي نصحكم في كل مرات استعمله وتجربوه لانه فعلا ايمد نتيجة هايلا وعمرو ما يتعجن دايما تاني نقولكم لازم الروز دينا نكيلو هاكدا باش مبعد كن نمرقو نمرقو الكمية اللازمة تعال الماء هاكدا تاني باش مايجيناش يابس ومايجيناش تاني امع الجن راح يطيب يعني كما يلزم الحال اه كي مشتو الروز دايما نتاني نغسله عدة مرات باش نتخلصو من ناشا اللي يكون فيه ومبعدا نخلي وهاكدا يتشمخ على الاقل نص ساعة هادك الوقت انا يا دوكا اه في ويعا اه سكرفش كي مشتو معايا حوالي خمسة فصوص تاعتهم درت لهم شوية زيت الزيتون درت الملح درت فلفل لكحل عدنا شوية تاع الكمون وعدنا القصبر المرحي واني رايح هنزيد عليهم مغرفة صغيرة معمرة تاع العكري الحلو ومغرفة اه صغيرة تاني شوية معمرة تاع الطماطيش تاع الباطا الطماطم المصبرة كيما على بلكم الحوت يحب تاني اه عاصير القارس درت هنا يا عاصرة كبيرة تاع قارس ودرت شوية حشيش اه كاين اللي يقولي ما فهم ليش الحشيش دونك الحشيش اللي هو حشيش مقطفة كيما نقولو احنا هنا في العاصمة ولا الدبشة ولا القصبر اه خلط كامل هاديك لا ما غيناد كامل مليح معا بعض بعد هنجيبو السامك دينا اي نوع يكون عندنا بعد ما نطفوهم ليحوون قطروه نديرو فيه هاكدا فتحات بالموس هاكدا بش يتشرب لنا كامل هاديك التتبيلة هادوك الفتحات اللي نديروهم حيسمحو التتبيلة تدخل كامل حال يعني اه في الحوت وهاكدا راح يجينا ابنين بعد ما نتبلوه البنات اه طبعا نغطيوها بفيلم اليمانتر وندخلوه للتلاجة على الاقل تاني نص ساعة ولا ساعة طبعا هاد العملية نقدرون نديروها من قبل خاصا اذا كان عندنا عرضة ولا ضيوف نقدرون نديروها تجهيز مسبق دونك نقدرون نوجدوه ليلة من قبل كما قلت لكم نأكد عليكم دخلوا مليح هاديك الشرمولة كامل في هادوك الفتحات هاكدا بش هاد الحوت يجينا ابنين دوك انايا نغطيه بفيلم اليمانتر وندخلوه للثلاجة لحوالي هاكدا كالساعة هادا بك وش كان عندي الوقت هاداك الوقت هاكدا بعد ما جازت الساعة جبت هاكدا طبق ليروح للفرن ندير في هاكدا دوائر تاع البصل حبة بصل نقطعوها هاكدا كيما كتوفو شرائح عندي تاني حبة طماطيش تكون كبيرة تاني في الحجم نقطعوها تاني دوائر هاكدا يا نحطوها فوق هاداك الابصل ونزيدو دوائر تاع الفلفل اللي حلو ولا الفلفل الحار ونبعد هنا يا نجيبو هاداك السامك دينا نخرجوه من الفريجيدار كيما قلت لكم بعد ما يكون تشرب هاديك التتبيلة على الاقل نص ساعة اذا كان يعني ما كانش عندكم الوقت كامل ونبعد هنا نستفو كامل هاداك الحوت دينا هاكدا بهادا الطريقة ما تنسو شبر كي تكونوا ديرو الشرمو للحوت ديالكم تحطو داخل البطن ديالو كامل هادوك التتبيلة اللي حضرناها كيما قلت لكم هاكدا باش يجينا بنين ونبعد ديك التتبيلة اللي بقات لي في هاداك الوعاء زت عليها حوالي نص كاستعمة نزيد لها تاني شوية زيت نخلطهم هاكدا مليح مليح ونفرخهم داخل هادا المول اللي رح يروح فيه للفرن هاد المول اللي فيه السامك دينا مع الخضر نفرغو هاكدا نحاولو نفرغو عالجوانب يعني مشي فوق السامك ونبعد نجيبو تاني وريقات تعرند نحطوهم كامل معاهم هاكدا يا واحد زوج وريقات واذا كان عندكم الزيتون هادا كلك حل تقدروا تزيدوه تاني رح يمشي مليح مليح ومع الحوت ويمدلو بالناء هايلة تاني حتى في الشكل رح يكون عندو منظر بزاف شباب ولا مشي متوفر عندكم تقدروا حتى دي روزيتون الخضر ولا ممكن تستغنوا عليه كيما انا راني ما درج بعدها غلقت على هاداك الحوت وخليتو اي طيب في الفرن يكون ساخن من قبل على درجة حرارة 190 درجة مئوية اهنا البنات كي نشوفو هاداك الحوت دخلو طيب اهنا في هاد المرحلة نبدو ندوزنو في الروز دينا ولن طيبوه اهنا خديت النجرة حطيت فيها شوية زيت شوية سمن حطيت عليها وريقات تعرند ومبعد نرمي هاداك الروز لي كنت قطرتوه مليح مليح من هاداك المال اللي كان فيه ونخليوه هاكدا يتقلى مليح معاه على نار متوسطى نزيدو عليه شوية ملح عدنا شوية عكري اللي حلو عندي اه فلفل لكحل قصبر مرحي وعندي شوية تعكمون وعندي هنا تاني لبنات شوية من هاداك التابل لي اه حضرناه مع بعض لي مخدوم بالتوم مخدوم بالقصبر ومخدوم بالحشيش المقطفة اهنا يا دوك نقلي كامل هادا الروز هادا مع هاداك التوابل هاداك الوقت كي ما قلت لكم خلاص الحوت راه دخلو طيب هاوليك هنا يا دوك انا رايح انخلوه اراجو من الفرن لاني راني محتاجة هاديك الاسوس لي طاب فيها الحوت كي ما قلت لكم حتى تشوفوا الحوت تعكم دخلو طيب تما باش تبدو طيبو الروز هاوليك هكو تشوفو فيها راه دخلو طيب كي ما قلت لكم تاني ماوش رايح كامل يطول في طيابو يعني واحد الوصفة سهلة وتجيب نينا ما شاء الله هنا شوفو باش نقطرو حتى تطبسي هاكدا من الفوق باش هاداك الحوت يبقى محافظ على الشكل ديالو قطرت هاديك الاسوس وستكملت هنايا الماء لنستعملو ماه سخون كي ما نقولكم دايما لكل كيلة تاع الروز نستعملو زوج كيلات تاع الماء هنا من الاحسن يكون سخون ونغطيو على الروز ديالنا ونخليوه اي طيب بالنسبة اليوم للروز اللي استعملتو كي ما شتور روز تعروعة استعملت هاداك الروز الدهبي ليجيلونه اصفر يعني واحد الروز زي يجي هايل ما شاء الله وننصح به البنات المبتدئات لانه عمرو مايتعجن يستعمله بزاف المطاعيم في الفنادق لانه يمد نتيجة مضمونة ويجي بزاف ابنين باش نقولكم تاني برك البنات بعد ما صفيت هاداك المالاق تاع الحوت هاداك الحوت عاو ترجعتو للفورن وشعلت عليه لاغغي من فوق برك باش كشغل ياخد تحميره هاوليك فالادو كما بقالي برك نستنى اعلى هاداك الروز يتشرب كامل هادوك السوائل ومن بعدا نروحو نشوفو الطابق اديلنا هاوليك هنا ياي حياخدلكم حوالي سبع دقائق هادا الروز هادا الروز كي ما تعرفو البنات وكي ما نقولكم دايما اكو تعودتو دوك على الطريقة الصحيحة كيفاش نطيبو الروز هو انو نقصو عليه للنار كامل ونخليوه يتشرب هاداك السوائل هاوليك هنايان حطيتو في طابق التقديم اكوش تول بنات كيفاش جام زربع جام حبه بحبه وماشي مع الجرم وطيب ما شاء الله نقدمو هاقدا بهادا الطريقة مع هادوك الحبات تاع الحوت كي ما كتشوفو فيهم بعد ما اخدو التحميره مع هادك الخضر تاني اللي طابت معاه تحبو تحطوها هاقدا تكوتي ولا تزينو بها كامل الطابق ديلكم هاقدا كامل عالجوانب واحد الوصفة لبنات بزاف بنينة ومليحة هاقدا كي ما عندكش كمية كبيرة تحود ترافقي هاقدا مع الروز راح يجي بنين ويجي يشبع مام الكمية واللي الله يبارك واحدا نحطت كامل هادك الخضر عالجوانب اليكش مبقات اون سوس نقدروا نحطوها معاه ليحبي يعني يزدي يسقي بهاديك العسوس وفي الاخر دتلو رشة تاع الحشيش ولا تاع الدبشة كي ما قلت لكم البنات وصفة هايلا تحمر الوجه مام ديري ها الضيوف يعني راح يجي بزاف بنين يجي يشهي جربوها البنات ما كوش راحين تندمو واذا كان جربتو اي وصفة من وصفاتي ما تنسوش تشاركوني تطبيقاتكم على صفحتي على الانستغرام اغوباسكويزين ساميرا ديزاد روز روعة بالحوت خرج من اروع ماياكم يازم تجربو الوصفة هادي وما تخلوش هاد البنا هادي تفوتكم لانو طبقي يستحق التجربة ويجي بزاف بنين ويحمر الوجه شوفو كيفاش يجي يجي هايلا يجي ما شاء الله شفنا اليوم لبنات روز في الكوشة ولا بروز بالحوت في الكوشة روز روعة يجي من اروع ماياكم نقولكم خيتي في الاخر شاهدكم في الصحة شاهدكم في الجنة نقولكم احبكم في الله في امان الله شكرا شكرا